إلى ذلك تواصل فرق الطوارئ المشتركة بين الجهات المعنية التعامل مع تجمعات المياه التي تشكلت جراء أمطار الخير التي عمت أرجاء المملكة كافة خطة استباقية وضعت وجولات تفقدية نفذت مكنت فرق العمل المشتركة بين وزارة الأشغال ووزارة شؤون البلدية والزراعة من تنفيذ العمل بكامل قدرتها منذ اللحظات الأولى له طول الأمطار هذا العمل المشترك أسهم في الحفاظ على انسيابية الطرق وسلامة الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية كونها تمثل شريان الحركة المرورية بين مختلف مناطق المملكة جهود كبيرة ومستمرة للحفاظ على سلامة شبكة الطرق وانسيابية الحركة المرورية خلال فترة هطول الأمطار إثر توفير فرق مختصة وفرق طوارئ على مدار الساعة بأجهزة مناسبة لرصد تجمعات مياه الأمطار والتعامل معها بشكل فوري لتأمين شبكة الطرق الرئيسية والأنفاق باستخدام الصهاريج والمضخات الموزعة حسب نقاط تجمع مياه الأمطار في مختلف محافظات المملكة فرق الطوارئ تتواجد على مدار الساعة لضمان اتباع الإجراءات المعتمدة لشفط تجمعات مياه الأمطار لضمان سيابية الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية والطرق الداخلية وسلامة أداء شبكات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء والماء بهدف تقديم أفضل الخدمات في جميع الأوقات